بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعي كل سنة وانتوا طيبين كنت حابب أعيد عليك وقالوك كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عادي كبير ربنا يا رب يهود الأيام بخير ونبقى كلنا بصحة وسلامة إن شاء الله كنت حابب أعيد عليك واجاب لكم موضوع ناس كتير كان بتسأل عليه الكاسبريسكي أدمينستريشن كيت سيرفر وهو عبارة عن سيليوشن لأنتي فيروس سيستمز الناس اللي ممكن معندهاش خلفية أحب أوضح لها الموضوع حضرتك عارفين طبعا كلنا طب للأول نتكلم عن أهمية الانتي فيروس وبعد كده نشرح السيليوشن اللي إحنا عايزين نتعلمه النهاردة واللي إحنا عايزين نعرفه بإذن الله طبعا كلنا عارفين أهمية الانتي فيروس مهمة قد إيه لإحنا عندنا فيروس وعندنا ورمز وعندنا 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 مشاكل كتيرة على الانترنت لازم يبقى فيه حاجة تحمي من الحاجات دي وتحمي من البرامج الضرة دي والبرامج اللي بتسرق الوسر نيم والباسورد زي البرامج اللي بتتجسس علينا زي يعني لازم يبقى فيه حاجة تقدر ان هي تسكان الفايلز وحضرتك جايبها من على الفلاشة جايبستوانة بالدولوت حاجة عمل على الانترنت لازم حاجة تسكان الموضوع ده وتقدر ان هي تمسك الفيروس او تمسك الورم قبل ما ينفكت الماشينز بتاعتك ويتسبب لك مشكلة كبيرة جدا لان في الشبكات الكبيرة وبالذات في الورمز بتنتشر بطريقة بشعة عن طريق الشبكات وبتبقى مشكلة فعلا جمدة جدا للأدمنستراتور بتوع الشبكات فاحنا كلنا طبعا عارفين اهمية الانتي فيروس حضرتك ممكن لو عندك جهاز او جهازين في البيت بتقدر تنزل عليهم برنامج الانتي فيروس وبتعمل update من على الموقع بتاع الشركة المنتجة للانتي فيروس ولو احنا هنتكلم على الكاسبريسكي فنقدر نقول ان حضرتك اللي بيحصل بتدولود whatever version 8 او version 6 ويحصل بتدولود الكراك او بتجيب الكيك المعمول له كراك وبتطلع تعمل update من على الموقع بتاع كاسبريسكي فاقول لحيك ما عندكش مشكلة في الموضوع ده بغض النظر انت شغال ليجل ولا عن ليجل مش موضوعي لان انا مش بسوق لكاسبريسكي بس حضرتك مشغل الانتي فيروس على الجهاز بتاعك تخيل معي كده لو عندك 300 جهاز في الشركة هتقدر تمانيج 300 جهاز دول ازاي هتقدر لحضرتك تحط option معين في الاجهزة بمعنى ان انا عايز الاجهزة دي تسكان مثلا كل يوم حد الساعة تلاتة العصر تعمل عملية سكان عايز الupdate ده اجيبه مرة واحدة واديل كل الاجهزة بدل ما 300 جهاز ولا 100 جهاز يطلعه على الانترنت تجيبه الupdate تماما ممكن اجيب الupdate ده مرة واحدة بس واقدر ان انا وزعه عن طريق الان بتاعتي ازاي احط policy معينة اقفل removable storage كلها اقفل usb printer اقفل الميموري اقفل وطيفر اي حاجة نعايزها كل ده نقدر نعمله من السيديوشن بتاعنا عن طريق kaspersky administrator administration kit server طيب تعالوا كده نشوف السلايد ستاعتنا بتقول ايه ونشوف اللاب برضو بتاعنا هيبقى معامل ازاي ونشتغل ان شاء الله البرنامج بتاعنا هو سهل ولذيذ وممتع جدا 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 وبسيط ومهم جدا جدا في نفس الوقت بيقول لحضرتك ان السيستم بتاعنا ده ان هيبقى عبارة عن server و client عندنا administration kit بتمنج ال client بتاعنا اللي احنا هنديبلوي عليهم ال kaspersky agent او network agent طيب الا حاجة انا لازم يبقى عندي SQL server عشان اسجل في ال data بتاعتي SQL server هو يبقى ينزل معايا وانت بتستطب SQL server express 2005 حاجة تقدر تبقى منزل 2008 او 2008 r2 او حتى SQL server 2005 standard edition ما عندوش مشكلة بس هو الراجل مشكورا هينزل لك express 2005 وهنا بقول لحضرتك هي بتبقى حسب الماشينز اللي عندك عندك مكان قدي عندك الف جهاز عندك الفين جهاز هتحط policy قدي ايه الاوبديت ده هتمنجه في خلال قدي ايه فالكلام ده كله بناء عليه بتحدد SQL اللي هتشتغل عليه وانا شايف لو عندك وطيفة الف جهاز تقدر تشتغل على SQL express 2005 وانت مرتاح بيقول لحضرتك كمان تقدر تنزل البرنامج بتاعك على ال windows server 2003 او ال 64 وال32 تقدر تنزله على ال 2008 وال 2008 او وتقدر كمان تنزله على ال server core edition احنا عارفين ان ال windows server 2008 عبارة عن full installation وعن core قال لحقك انا نقدر كمان ان انا انزل على الكور بتاعك قال لك ال hardware requirements بتاعتك عايز processor 1 جيجا 512 ميجا من الرمات وانجيجا available disk انا قدر انزل واشتغل تعالوا نشوف اللاب بتاعنا كده ايه ايه ده عامل ازاي هقول لحضرتك عندنا هنا سورفر وعندنا كلاينت عندي سورفر بتاعه هو عبارة عن domain controller وطبعا لازم يبقى معاه ال dns بس عندي كلاينت بتاعي join للدومين وهو عبارة عن windows 7 داخل ب account user عادي اسمه احمد ملوش اي permission يعمل اي حاجة طبعا داخل ال administrator اللي هو الenterprise domain بتاعي طبعا اول حاجة اقول مش مستحب نهائي تنزل الكاسبريسكي administration kit على domain controller طب ما ننزله فين هقول لحضرتك دايما بنجري ونروح لشيال الهموم عندنا في النتورك وهو file server اقدر اقول لحضرتك تروح لل file server تنزل عليه administration kit وتقدر تمانيج تقدر حاجة تبقى خليه سورفر لوحده يبقى مستحب مش مستحب نهائي ان انت تنزله على domain controller تقدر تدول load express administration kit من عن طريق الويب سايت عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة وامسحته 312 ميجا طيب double click next وبالحقى انا هاستراكت في الفولدر ده اوكي next next بس و احنا شغالين كده و هقول لكم دنيته عاملة ازاي و طبعا يستحب حضرتك تشتري license عشان تبقى شغال legal وتقدر تجيب ال update لان ال antivirus من غير update مالوش اي لازمة هنمشي كده شوية في الخطوات و احكي لكم على موضوع license بتاعتنا هقول له next بيقول لي حيكي عايز ال standard ولا ال custom طب ما تيجي نبص بص على ال custom قالك في اللوحيات كنت اخترت من هنا standard كان هينزل لحضرتك ال network agent و هنعرف اين network agent بس ما كانش هنزل ال casperski lab sesco اللي هو nca و اختصار network access control وال mobile device support ما كانش هينزل ولا ال casperski lab system health validator و ده عشان تانتجريت مع ال nav network access protection الناس ترجع لكورس ال infra في ال mcitb تعرف ايه موضوع ال nav وتعرف ان انت تقدر تانتجريت كمان مع ال casper و طبعا ده ال administration console احنا ما عندناش طبعا هناك network access control بتاع سيسكو و ما عنديش طبعا mobile device فاورادي انا بس حبيت اواريكو شكل الفيتشورز اللي موجودة جوه ناكست بيقول لي حضرتك هنا انت العدد ال client اللي عندك من واحد لمية ولا من مية ال الف ولا اكتر من الف client انا هقول له من واحد لمية بيقول لي طيب دلوقتي السيرفيز اللي هتقوم عليه الاكاونت اللي هيقوم عليه السيرفيز بتاعت ال casper اخد نفس الاكاونت اللي انت داخل به ده ولا ممكن تديني اكاونت يفضل طبعا تبقى اعمله اكاونت على ال active directory خاص بالسيرفيز بتاعت ال casper و طبعا ما ننساش cannot change password و never expired عشان في حالة لو الاكاونت ده في اي مشكلة حصلت فيه السيرفيز هتوقف والسيستم بتاع ال antivirus عندك هيبقى واي انا هقول له administrator بيقول لي طيب حضرتك انت اشتغل ب sql express ولا ما هي sql اقول له انا اشتغل بس عشان انت هتنزل معك sql express هنستول sql express تماما على السيرفر ده والdatابيس بتاعته هيبقى سناها كده اوكي ما عنديش مشكلة انا هحتاج الانسل windows installer وهنزل data access component وهنزل net framework اوكي ما عنديش اي مشكلة هتدي هو ينزل sql express او قبل انزل sql نتكلم على license شوية هي تقريبا سعر بتاعت الكاسبر ومن هو اغلب صراحة ال antivirus الموجودة في السوق نقول هو بيحزبك يعني الجهاز الواحد في السنة هيبقى في حدود واحد وعشرين دولار وكاسبر عاملة موضوع كويس جدا تقدر تشتير تدفع ثمان سلاتين تاخد سنة free يعني في الحالة دي الكائلة الواحدة هتبقى وقفها في حدود ستة واربعين دولار في الحالة دي تقدر اوكي تبقى معك لمدة ثلاث سنين بتقدر تعمل ده تبقى الشبكة بتاعتك محمية فعلا في خلال ثلاث سنين دولار لان الكاسبر اسكي من اقوى الانتي فيروس في العالم اللايسنس تبقى عبارة عن كيه ممسحته ثلاثة كيلو بيبعتلك على الميل هنشوف ازاي نقدر نعمله نستول على كل الكلينت عن طريق الادمينستوريشن كيت ونعرف ازاي نجيب الابديت مرة واحدة وازاي نستول البروغرام اصلا على المكان والالف جهاز بتوعي او ال مية وطفر التواصل عندك قد ايه كل ده من كونسول واحد بس تقدر تعمل كل الكلام ده هو دلوقتي بينزل السيكول سيرفر اللي عايز الاثنتيكيشن بتاعت السيكول هقول له already windows authentication مفيش مشكلة بيقول لي ان انا هعمل شيرد فولدر هيبقى اسمه هيبقى في الابديت وهيبقى في البرامج اللي هتعمل سيطب يعني ايه ما مش دلوقتي هو هيعمل للكاسب بريسكي على الكلينت هيعمل على النيتورك ايجينت فلازم البرنامج ده يبقى موجود اصلا السورس بتاعه ومعموله شير فالبرامج دي هو هيحطها في الفولدر ده وهيعمل لها شير هقول له اوكي هنبص عليها بعد ما يخلص اللي هيشتغل عليه عشان اللي يقدر يكونيكت على الماشينز هو اربعتاشر الف و تلاتاشر الف لو سيكور بالاس اس اس ال عشان حالك لو فتح الفولد تعمله البرت ده بيقول لي دلوقتي السورفر اللي التي تروح فيها هيروح يكلم السورفر هيكلمه عن طريق الـ اما هيكلمه عن طريق الـ طبعا بان ان انا عندي وعندي الـ يكلم عن طريق الـ تقدر تم تغير من اي حاجة انت عايزة هنا هقول لهوف اتكلمه عن طريق الـ نكست نكست هيتدي يعمل نسطول بيكاريت طبعا السيكوال سيرفر داتابيس دلوقتي بيكونفجريشن اللي احنا قلناه له بيحط الفايلز في الفولدر الشير اللي هو قلنا عليه اول ما خلص بيقولي دلوقتي اراضي الادمستريشن كونسول هقولي اوكي هبتدي يديني الاساسية هبتدي نمشي معي يقولي حالك دلوقتي تتفضل تحطيه للايسنز عشان اقدر وانت حضرتك بتعمل او بتعمل للبرنامج على الكرايند هحط معا اللايسنز هقوله لا انا هحط اللايسنز بعدين هبتدي يعمل موضوع هنشوف دلوقتي بيقولي دلوقتي انا ممكن عمي معك ابعتلك ميل فاديني الميل بوكس اللي انا هبعت منه اوكي كده نكست ابتدي ان هو بيكاري وبيكاري 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 هنتعرف على الكلام ده دلوقتي هنا كده هبتدي يعمل ده اللود للابديت تبقى موجودة عنده هنتعرف علي اقدر هو بيعمل الموضوع ده في في البيكجراوند فتطوله نكست بيقولي تحب استارت دلوقتي تحب بقى تقولي ان تبتدي ان احنا ننزل البرنامج ده على الكرايند هقوله لا انا هبقولك بعدين زي ما احنا شايفين الكونسل بتاعنا عندنا حاجة اسمها وعندنا 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 و وهي دي الدنيا بتاعتك الاخر دنيا بتاعتك كله انت تتحكم فيها من الجزء ده طيب حضرتك تحب تقول لنا يا باش مهندس سقولك تحب امشي معك بالستيب دي لحده ما تعرفها ومع الوقت تاوضانس دي الموضوع هقول لحضرتك تعالى اعمل هنا كده كليكي مين نيو جروب سمي اسم جروب بتاع شركتك والنفطرة ده سميه زي الدومين هسمي ديمو الجروب بينزل ببوليس بس طبعا فاضية جروب تاسك فاضية كلاينت كمبيوترز دلوقتي مش احنا اول حاجة عايزين نعملها عايزين انا اعمل انستول للبرنامج الكاسبر على الكلاينت اولا هانستوله على السيرفر بتاعي لان ده دومين الادمينستريشن كيت ده مش اكتر ان هو بيمانيش ده بس لكن هو مش بيحمي هو مش اسكان الفايلات الادمينستريشن كيت لأ ده هو بيمانيش بس اقدر اكري بوليس يا اقدر اديبلوئي منعن طريقه لكن ما قدرش ان هو يسكان ما قدرش ان هو يدلت ااااو فيرس او ايان فمحتاجين ان احنا ننزل البرنامج على السيربر ده ومحتاج ان انا هنزل البرنامج على الكلاينت بتاعي كمثال عشان ننزله هقول له حضرتك هو عنده بيعمل ديسكفري اه اااااا عن طريق اي مين او عن طريق اي او عن طريق اكتيف اي اهون طريق طيب. جميل جدا. هقول لحضراتك تعالى مش احنا عملنا جروب سنو ديمو. هنروح على كلاينت كمبيوترز. كليك يمين. هقول له نيو كمبيوترز. نيكست. هتوتوماتيكلي. ولا هتحطي لعي بي. يعني انا هتشوف اللي السورفر شايفه هنا في الديسكوفري. ولا انت هتحطي لعي بي ونخش نشوف. اقول لك لا. اطماتيكلي. قال لي طب انا عندي في جزء الان اصاين دو كمبيوترز. في المانيش ده طبعا. ده موجود السورفر بتاعي بس عشان نازل هنا. هنرفع من حتة دي قدام. اقول لك فلان اصاين دو كمبيوترز. هقول لك ايوة. انا عايز الان اصاين دو كمبيوترز. مش ده الدومين بتاعنا. اللي اسمه ديمو. ودي الماشينز اللي عاملة جوين. هقول له. اوكي. مش احنا قلنا بايدفلت يا جماعة بينزل هو بجزء اسمه منيش دو كمبيوتر. بيبقى جوا اي لو عملت كنسل كده. هيبقى جواه السورفر بتاعي ده. اللي نازل عليه الادمنستريشن كيت. لكن مش نازل جواه اي حاجة. تانية. هقول له حضرتك. يبقى احنا كمان عايزين ناخد ده. جواه. الجروب اللي اسمه ديمو. والماشينز اللي بتاعت الكلاينت. صح كده. طيب. فلما جيت انا هنا في الكلاينت. قلت له انا عايزة ااد. كمبيوترز. نيكست. طبعا في اللي انت شايفه في الديسكوفري. نيكست. هروح على الدومين اللي اسمه ديمو. هشاور على المكانة بتاعتي. وهروح في الكمبيوتر عشان اشاور على الكاسبر لاب. وده اسم الكمبيوتر نيم بتاع السورفر بتاعي. هما دولات طبعا لو عندك اي كمبيوترز كتير تقدر ان انت تسليكت عليهم كلهم مرة واحدة. زي ما احنا شايفين. نزلوا عندي الكمبيوتر. ولو خدتوا بالكم من الليل احمر معناها اني مش نازل عليها الابليكيشن. تقدر حاك تعلم على المجموعة وتقنستو المرة واحدة. بس انا هنزل ده الواحد ونه الواحده لان ده هنزل عليه نوع. وده هنزل عليه نوع. وده ه هنزل عليه نوع تاني من الكاسبر لان هم دول اللي هيفرقوا لي في البوليسي. مش فاهمين. اقول لك قدام شوية تفهم معي. مش ده كلاينت. ويندوز سيفن. هروح هنا كليك يمين. وهقول له انه ستول ابليكيشن. طبعا لو عندك اكتر من كلاينت ماشينز اقدر اعلم عليهم. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي سليكت الابليكيشن. احنا عندنا تلات انواع. عندنا كاسبرسكي انت فيروس. بتاعت ويندوز سيرفرز. وعندنا الواحدة ويندوز ووركستيشن. وعندنا النتورك ايجنت. ايه ده بقى? هقول لي حضرتك. لو انت م ما كانة دي. ما كانش ينازل اصلا عليها كاسبر من الاول. فبناء على الوبراتنج سيستم بتاعتها ده ويندوز ايه? 17. يبقى ينزل عليها ايه? ووركستيشن. لو اكس بي ينزل عليها ايه? واركستيشن. لو فيستا ينزل عليها ايه? ووركستيشن. لو الفل وثلاتة ينزل عليها ويندوز سيرفر. لو عالفل وثمانية ينزل玩فلز سيرفر. عش policy والwork station لها policy تاني وصلت كده طيب الnetwork agent هقول لحضرتك لو انت بتنزل من الاول خالص هو automatic بينزل مع الnetwork agent وده عبارة عن الحاجة اللي بتعمل connect ما بين الclient والadministration kit فحضرتك لو كنت بنزل الcasper قبل كده على الماشين دي فانا بنزل عليها الnetwork agent بس لان هو نزل عليها الcasper انا مش اكتر بس عايز ان انا نعمل لهم managed لكن انا هنا هعمل deploy وهعمل manage دي فانا هنزل من الاول خالص مش دي كده قلنا windows 7 يبقى انا هاختر هنا الwork station next بيقول لي يا ريت تحطيلي عايز تحط الايسنز دلوقتي طبعا زي وانا وليتكو كده لا مش عايز احط دلوقتي next بيقول لي خلي بالك البرنامج هي expire تمام قولي دلوقتي ان انت بتقول لي هخش اعمل remote installation صح؟ يبقى انا عايز اكون تقدر من خلاله خش على المكان ده اعمل له install البرنامج بتاعي مين الاكاونت؟ ال domain admin فهاجي هنا domain admin بتاعي دلوقتي هو administrator فهحط اسم domain ودي الباسورد next انا بعدا ما اعمل install للبرنامج عند ال client ما اعملش restart ولا اعمل restart على طول ولا اطلع لل user رسالة اقول له نحيك لازم تعمل restart في خلال خمس دقايق ولو ما اعملش انا بعد نص ساعة هعمل اوكي نخليها كده عشان نشوف الرسالة next دلوقتي انا ممكن يبقى عندك مشكلة ايه المشكلة ان الشركة بتاعتك كان نزل عليها system قديم كان عندك كان عندك كان عندك كان عندك كان عندك system قديم فدلوقتي احنا عارفين لو حضرتك نزلت to antivirus مع بعض في بعض ال antivirus بتعمل conflict بتقدره بالkernel بتاع الwindows او بتعمل لك مشكلة معينة في الwindows هتلاقي عمل crash او عمل restart ما قامش فالكاسبر مقدمنا ميزة جمدة جدا انه هو يقدر يشيل incompatibility applications يعني يشيل الحاجات اللي مش متوفقة معاه ودي طبعا البرامج اللي يقدر كلها هو يشيلها لو لقاها نازلة زي ما احنا شايفين يقدر يشيلها وهو بي install البرنامج وانا طبعا يعني بتمنى ان الناس كلها تفعل option ده وطبعا بي default شغال next بيقول لي دلوقتي انا بعد اما هنزل ال application على ال client ده انقله بقى في group تانية اسمها manage the group هقول له لا ما تنقلهش من مكانه next next اول طبعا هيبتدي يشتغل finish هشتغل في background طبعا ما تيجي كده نشوف في ال customer client نشوف ال process start task manager process هقول وريني كده كل ال process هلا عندي زي ما احنا شايفين هنا اهو ادي ال casper فيعمل setup اوكي كده جماعا طيب نسيبه ينزل ونروح ننزل برضو ال casper على السيرفر بتاعنا click يمين install application next طبعا ده windows server next طبعا احنا عرفنا الرسالة دي هحط له هنا account بتاعي اللي هي push tp اهو مش مظبوطة الباسورد فيها حاجة اوكي ما تحركوش من الجروب اللي هو فيها بتودي يعمل انستول هو طبعا شغال في البيتجراون لو رحنا كده لكاسبر كلاينت لسه بيعمل انستول يبقى احنا كل اللي عملناه عملنا جروب سمتها باسم الشركة بتاعتي نزلت عندي بحاجة اسمها طبعا فاضية رحت انا عند عمل ده واختارت الماشينز اللي في الدومين عندي طبعا ظهروا هنا علمت على الكلينت لوحدهم والسيرفر لوحدهم لان احنا اتفقنا ده هننزل عليهم برنامج وده نزل عليهم برنامج داني او قلت له انستول وشوفنا الابشن دي وطبعا ها بيعمل انستول ده اللي احنا عملناه لحد دلوقتي طبعا طلعت لنا الرسالة اهيه عايز تعمل رستارت هقول له طبعا اه زي ما احنا شايفين هنا ايه الكاسبر نزل تمام واول برضو مكلاينت هيقوم هلاقي ان الكاسبر نزل عليهم طب ما تيجي نتعرف كده على الكونسول ده لحد ده ما الجهاز يقوم هقول لحضرتك الموضوع ببساطة انه هو لما بينزل بكارية باي ديفولت حاجة سنها منجد جروب واتفقنا ان الدنيا بتاعتك كلها من هنا من منجد جروب دي وده البوليسي اللي انت بتحطها على السيرفر او على الوركستيشن هما الكلاينت بتوعك ودول باي ديفولت بوليسي ما بتبقى محطوطة لو حضرتك كنت اشتغلت على المانجد جروب كان هيتطبع لها وهي مش وحشة يعني ايه لو اللي هايز يشتغل على المانجد جروب على طول يعني ايه يعني اول ما ينزل يجي في الكلاينت كمبيوترز بايتها هيلاقي السيرفر بس اد كمبيوترز ايه ده باش مهان السيرفر احنا مش كنا نقلناها في الجروب اللي اسمها ديمو اقول لك اه بس تحتك تعمل ريفرش تختفي اوكي كده طيب اه الكلاينت كمبيوتر كان ممكن تقول له اد وتعلم على الشركة بتاعتك كلها وتشتغل على طول فالريديكال هيتطبع عليها ديفولت بوليسي دي وكان هيتطبع عليها التاسك دي البوليسي اليوزر يزهر له ايه ايه ما يزهرش ايه بيقدر تقفل حاجة معينة اقفل يوسبي زي ما قلنا احنا نتعرف عليها وانكاريت دلوقتي تقدر تقفل يوسبي تقدر تحدد الابديت منين الساعة كام في التاسكس طبعا يقل السكان يبقى كل يوم كل اسبوع وطبع الساعة كام يعمل السكان لي ايه طبعا من التاسكس اوكي كده يا جباية يبقى البوليسي انا بحط بوليسي بقى في اليوسبي اه بحط معاد ابدت معين بحط معاد ابدت اه مش مش اقصد ابدت انت فيرس معاد ان الكلاينت يكلم السيرفر الابديت انتي فيروس ده اللي بحطه في التسط اوكي كده طيب الابديت طبعا ده الابديت ياخدوه امتا والفيروس كان يعملو سكان امتا ده الديفولت احنا مش هنشتغل على الجروب ده عشان كده كاريتو جروب لوحده لعملت الرفريش زي ما احنا شايفين هنا ايه اللي حصل اخضر معنى ذلك انه هو فعلا الانتي فيروس نزل ومعنى ده ان فيه connection دلوقت ما بين الادمنستريشن كده والكلاينت طبعا تيه كده او مكلاينت التاعنا هادي الكاثبر نزل وكله تمام طيب تعالوا بقى ننوح على السورفر هكريت البوليسيز الاول كليك يمين نيو بوليسي البوليسي دي بتاعت مين مش هننتفقنا وانا بقى نصول في جزء سورفر و جزء كلاينت فانا هقول هقول دولاتي ده كلاينت مسلا طيب يبقى مين بقى اني برنامج او اني برجان اللي هيتطبع على البوليسي دي الوركستيش next اكتف بوليسي ولا اكتف لا شغال انت ممكن تكاريب بوليسي و تكتفه وقت ما انت عايز لا دي تبقى اكتف على طول ولا امبايل يوزر بوليسي طبعا احنا مش شغالين بنظام الموبايل فتبقى اكتف بوليسي next لو عندك سيتنجز ممكن تعمل لها import و تشينج فيها او تموديفاي فيها بس لا انا ما عنديش انا هكتف بوليسي قولي بقى عايز تكون في كل حاجة من دول ايه يعني لو خدنا على سبيل المثال عملية الفايل بتاعت الفايل لو جيت عليها هنا اقدر احدد الليفل بتاع السيكورتي اقدر طبعا اخليه لو اقدر اخليه ميديم اقدر اخليه هاي وتفر طبعا كلها بتبقى على الماشينز يفضل طبعا في حادث لو هو لقى فيروس يدس انفكت على طول يعني يتعامل معاه ويبتدي ان هو بقى يحاول ان هو يصلح الفايل لو مقدرش بيدلته ويدليت لو طبعا مقدرش يدس انفكت اوكي ولا ما يعملش اكشان طبعا لازم يقوم يلاقي فايل يدس انفكت مقدرش يدلته تقدر طبعا تكاستمايز من هنا يسكان ايه بالزبط البرفورمانس تقدر تكاستمايز الحاجات اللي انت عايزها طيب اوكي اوكي الويب انتي فيروس تقدر تكونفجر من هنا برضو تحدد المستوى الحتة اللي كنت قلوك عليها جميلة جدا 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 تقدر تقفل الفلاشات من عن طريق تقدر تقفل وطيفر لو جيت هنا في تقفل تقدر تقفل تقفل ايحاجة انت عايز تقفل ستقفل سيدروم ستقفل مودم ستقفل 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 سمارت كارد ريدرز تكنولوجي وتقدر تقفل الدنيا بلوتوز من عن طريق الكاسبر اوكي انت هاكر طبعا اللي وهي قصوبيات تروجين تقدر تحدد بتاعك وتتعليه توطيه براحتك طيب نكست عايز تحط عليها باسورد تقدر تحط عليها باسورد هنا لو حابب نكست تقدر تكسيبشن او اكسيكلوجن معينة لبرامج معينة تقدر ان انت تعملها اكسيكلوجن ما تتملش سكان ما تغادى عنها تقدر تعلم على اي حاجة من دول اكسيط deploy antivirus interface تقدر ت também Frame كل دي log ده انتش خدت بالك دي كلها log يقدر ال log دي في حالة ده يعمل sound ده يبعد mail ده يسجل في ال event viewer انت بتحدد اللي انت عايزه طبعا ده اللي ال client بيقدر يشوفه يعني ده 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 دو نوت دي في الحالة دي اللي انا هعلم عليه مش هيشوفه اللي انا هعلم عليه مقدرش يأدي فيه بمعنى اصح مقدرش ان هو يلعب فيه مقدرش ان هو اوكي كده يغير في حاجة بكل سبعة أيام ولو فترات طويلة يبقى كل 14 يوم اوكي كده يبقى انا كاريتة البوليسي الخاصة بالكلاينت لو جيت كاريت بوليسي خاصة بالسيرفر هنلاقي الابشن أقل بكتير طبعا كده نشوف جزء سيرفرز داي طبعا اكتف هو الجزء الخاص ما عنديش امبورت هو الجزء الخاص بالفايل بس نفس الكلاينت مفيش بقى ولا انت سباي ولا انت هاكرز ولا ويب وطيفر القصة اللي احنا شوفناها مش هايزين اكسي كلوجين كل حاجة زي ما هي فنش يبقى انا هنا كده حطيت البوليسي وطبعا انا رحت لكلاينت قفلت اليو سبي والستوريج وقفلت السيد روم وطبعا هنا حطيت البوليسي بتاعت الانتي فيروس واليوزر يقدر يشوف ايه وما يطلع لوسي طب ما تيجي بقى نحط حاجتين مهمين جدا الابديت تاسك واللي سكان تاسك ايه بقى قصة الابديت دلوقتي انا عايز الجهزة دي تاخد ابدت من ال ادمنستريشن كيت او الادمنستريشن كيت هيطلع يعمل ابدت هقول لك اه ما عندنا هنا في الجزء اللي اسمه ادمنستريشن سيرفر تاسك هلاقي عندي two تاسك واحدة عشان السيرفر يعمل بها data backup واحدة السيرفر يطلع يجيب بها الابديت وزي ما احنا شايفين هو شغال هنا لو فيو دي تيلز هيبتدي ان هو شغال فعلا بيدولود الابديت عنده فدلوقتي ان عايز اعمل تاسك تخلي الكلينت ياخد ابديت من الادمنستريشن كيت فهقول لك مش احنا عندنا جروب اللي اسمه ديمو هروح على تاسك click ايمن new task next هسميها ايه؟ هسميها update client next any version الوركستيشن عايز تعمل ايه؟ update next هاي ابدت من الادمنستريشن سيرفر بس؟ اه اي ابدت من الادمنستريشن سيرفر اللي هو ده؟ طب يا ريوحي update من سروق انترنت من على الموقع كاسبريسكي؟ لا لو حالك حاب يضيف اي سيرفر تاني يقدر ان هو يأبدت من عليه مش حابب هو الادمنستريشن سيرفر بس next طب manual طبعا manual لا هقولك اه فيه option تقدر انت تزبطه اه كل قد ايه بقى؟ كل ساعة معينة كل يوم الساعة كزا كل ثلاثين دقيقة whatever انا بفضل الoption ده when new updates are ده واللود يعني ايه؟ يعني لما السيرفر الادمنستريشن كيت يعمل ده واللود لأبدات جديدة على طول تسمعها في ال client يعني الناس اللي كانت مش موجودة اول ما تقوم تاخد ال update دي randomize the task معناها ان عشان معاملش delay في النتورك عندي معاملش بطء في الشبكة بتاعتي فمش عايز كله التاسك تتبقى كلها مرة واحدة لا انت في خلال خمس دقايق اول من الاثنين دولارت وعدها بسانيتين او ثلاث ثانية اول ده وبعدها اوكي كده جماعة تقدر انت تعمل randomize اوكي اقول له خمس دقايق مثلا next finish انا عملت ال update بتاع client click a mean new task scan client next عايز اعمل virus scan اوكي طبعا version بتاعنا ايه workstation هتسكن على my computers system memory startup object boot sectors كل حاجة كل حاجة تسكن على كل حاجة لو حابب تعلم فيش مشكلة next طب لما يلاقي virus او يلاقي مشكلة في اي فايل يدس انفكت لو ما عرفش يدس انفكت يدليت ولا يطلع ال action اليوزر هو يتعامل ولا ايه لا هو انا افضل ال option ده next طب يعمل scan كل قد ايه whatever هقول لك انا شايف ان بعد ما يعمل update يعمل scan اقول لك فيه ناس بتحب ال option ده او انا بحبها كل quickly كل اسبوع everyday هنقول كل 7 ايام او 8 ايام الساعة كذا ويفضل تخليها الساعة 12 الظهر او واحدة الظهر بالذات في الشركات ليه عشان اللي يكونوا اخد اجازة او اخد اذن نص يوم يكون جايه والجهاز بتاعه يفضل مفتوح وطبعا احنا عرفنا ال option ده نقدر ان احنا نزبطه next finish يبقى انا عملت update بتاع client وعملت scan بتاع client اقدر كمان ان انا create لل server مشان احنا عندنا two version مش عايزين نفكر بقى كل شوية فهقول له هنا update server next version بتاعه اده update طبعا administration server نفس الموضوع بالزبط او ما تلاقي update جديد complete finish وهروح click menu task next scan server next ويروس كل حاجة تمام تمام ما انا اقول لي يا جماعة يعني معناها ان انا باجي click يمين على ال task وقول له run يعني هوراها لكم دلوقتي بس طبعا انا احب اخلاها schedule weekly كل اسبوع كل يوم حد ساعة whatever اي حاجة بقى تمام كده finish حضرت كده حطرت ال task بتاعتك اقدر ان انا اجي على اي واحدة فيهم واقول له start دلوقتي تروعني دلوقتي اوكي كده يا جماعة طيب زي ما احنا شايفين هنا عندي update ليه استشغال بيعمل update لو روحت كده نشوف folder share اللي اتعمل احط بس ال IP بتاع السورفر بتاعي هلاقي عندي kl share اللي احنا شوفنا عليه package اهو ده السورفر وده workstation وده network agent وطبعا ال update هتبقى هنا بس اول ما يخلص عشان يقدر ان هو يعمل لها deploy على machines طيب هقدر اقول لحضرتك كده انت خلصت بنسبة 80% طبعا زي ما احنا شايفين كده اخدار ومعناها ان فيه connection ما بين client وال administration kit والدنيا تمام اه يبقى عندك جزء صغير جدا ده جزء report تقدر ان انت ت generate report في اي حاجة من دول error لو عندك error معين تقدر generate report وتفر virus report لو عندك virus وعيستعرف اسماءها كل دي report تقدر انت تستفيد منها الادمنستريشان سيرفر تاسك هم اتنين تاسك تاسك الاولانية عشان اه تباكب الداتا بيز بتاعة ال update تاعت السيرفر تحطها في مكان تاني والتاسك التاني عشان يطلع يعمل بها update من على موقع ويحملها في الفولدر اللي هو في الشير علشان يقدر ان يعملها دبلوي على تاسك دي طبعا عبارة عن التاسك اللي بنعمل بيها تقدر ان انت بدل ما تروح هنا وتديه في وتعلم عليهم وتقول له لا تقدر تران تاسك من دول على طوله تقدر تبرورتس فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز طبعا اه دي عبارة عن جروب تبقى عنده اه تقدر من خلالها يعني مكان ما تزلش عليها هتلاقيها موجودة هنا اه لو في مشكلة مسلا معينة هتلاقيها هنا كل دي عبارة عن جروبات هي موجودة عنده هتلاقي فيها مكان متقسم احنا طبعا عملنا جروب بتاعنا باسم الشركة حطينا بوليسيز بتاعتنا حطينا بتاعتنا وحطيناك لائتنا تحكم فيها دي روب صحيح تبقى عنده والايفنت تعطر تبص عليها افنت كلها بتاعت كاسبر طبعا دي الجزء بتاع ان اساينت في حالة لو حضرتك نزلت البرنامج وبعد كده جبت اللايسنس اقدر ارجي هنا في لايسنز قليل يمين وقول له اد ليسنز يمين واقل له وتحطي له طبعا الكي فايل بعض trabajo في فايل تاتع لك ده هو اوتوماتيك هينزل على او هيسمع في الكلينت لو اخد باكب تقدر ان انت تشوف الباكب بتاعك الان كومبريستد فايل او في فايل معمول لها في فايل مش معمول لها كومبريستد الان كومبريستد فايل تبقى موجودة هنا تلقى برضو باينة طيب نستنى شوية او ممكن نبص على حاجة عبالة ما انا ابدأ يخلص كنت حابب نستنى لحد اما الابديت يخلص بس هو لسه قدامه فترة اي من دي يا جماعة او اي تسكس تقدر انت تتعدل فيها بمنتهى البساطة يعني او لو حبينا نعدل مثلا في كلاينت بوليسي كده لو حاجة كمالت عليها بروبيرتز بروتيكشن هتلاقيك كله ديمت اقول لحاجة بمنتهى البساطة لازم تعمل ان اكتف الاول وتعدل فيها بعد كده اجي هنا في اكسس كنترول سيتنجز اقدر اعدل في اي حاجة انا عايزها وادسيبل اوتو رام فايل كلها اوكي اوكي واقول له بعد كده اكتف بوليسي فهتشتغل لو جينا شوفنا التاسك روحت مثلا على الابديت كلاينت دي طبعا تقدر ان انت تقول له تسندي ميل في حالة لما يبعت ودي الميل وتحط له الميل ادرس او الاسرسالة اللي هتوصل طبعا انا مش حاطة بتاعتها ياخد منين طبعا لقدت اللي احنا شوفناها كلها واحنا بنكاريت البوليسي بتاعتنا اوكي كده طبعا ده لو جزء الخاص بالموبايل ديفايس يعني الموضوع بتاع الابديت هيطول شوية السيرفر السيرفر ما فيوش حاجة هو اللي احنا قلناه كله اعتبر مغطي 80% من السيرفر بتاعنا اتمنى ان انا اكون في التوكو اتمنى ان تكون عدية كويسة كل سنة وانتو طيبين نتقابل ان شاء الله قريب جدا في حاجات جديدة وحاجات مميزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة